لكن الحلقة النهاردة مهمة لان فيها حدث مهم يشفي غليل كل المصريين النهاردة نستطيع ان احنا نقوله بالفم المليان فالتهدأ ارواح الشهداء والتهدأ دماء اهالي الشهداء التي كانت تغلي بسبب الرغبة في القصاص والثقر والانتقام ممن قتل اولادهم النهاردة الصبح اعلن المتحدث العسكري انه الدولة المصرية قامت باعدام تنفيذ حكم الاعدام على الارهابي هشام عشماوي والحقيقة انا مش عايز اتكلم كتير عن هشام عشماوي لانه دلوقتي اصبح في مكان اخر وهو يحاسب من ربه على كل ما فعل وطالما انه الانسان روحه طلعت الى بارئها فبارئها كفيل بانه يحاسبها على كل الافعال اللي عملتها في الدنيا لكن انا ليا فكرة القصاص فكرة الثقر فكرة العين بالعين والسن بالسن فكرة القلوب التي تألمت وكانت تعتصر دما على مدار شهور وسنوات بسبب انها افتقدت اولادها الذين استشهدوا بسبب الاعمال الارهابية اللي ارتكبها هشام عشماوي والحقيقة مثار السعادة كمان بالنسبة لي واثلاج صدري مش بس انه تم تنفيذ الحكم في شام عشماوي لا السرعة السرعة قدوا بالكوا انا واحد من الناس المؤمنين جدا 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 بان العدل البطيء العدل البطيء نوع من انواع الظلم هتقولوني ازاي مع انه عدل اه بس العدل امتى انت سايب الضحية واهل الضحية بيعانوا وبيخسروا وبيبكوا وبيتقلموا ولوبهم بتتقطع وحياتهم بتبوز ودنيتهم بتخرب والمدة بتطول 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 وسايب الجاني هتقولي بقى منحبوس مقبوض عليه بش عارف ايه بس في النهاية حي يرزق على قيد الحياة بيتمتع بالحياة والنفس اللي داخل خارج في حين انه هو السبب في ازهاق ارواح ابرياء شهداء انا في رأي ان ده مش عادل عشان كده الوقعة المؤسفة اللي كانت عندنا زمان بتاع التعاد الحبارة كانت وقعة مؤسفة بالنسبالي ارهابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومتلبس ومعترف والادلة كلها ضده وعمل مدبحة رفع الاولى وحاول الهرب اثناء جلسة من جلسات محاكمته ولما تسأل قال لك انا كنت بهرب عشان اعمل مدبحة تانية ومع ذلك قاعد يتحاكم 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 ومش عارف ايه ونقضه وابرام ونقضه يطلع ويرجع وينزل كده فين اتعدم بعد ايه بعد ايه ممكن ست سنين او سبع سنين كانت الحقيقة حاجة صعبة جدا ان اهل الشهداء اللي بيروحوا يزوروا قبروا ولادهم شايفين اخبار عادل حبارة عالصحف وعادل حبارة راحة وعادل حبارة جيه وخد مش عارف ايه والمحامين بتوعه اه تنفيذ حكم الاعدام على هشام عشماوي هي فكرة سرعة القصاص سرعة القصاص يعني ايه سرعة القصاص يعني اول ما تقبض عليه وكلنا شفنا ودي كانت لفتة ذكية جدا 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 من صناع القرار في الدولة المصرية ان لحظة القبض على هشام عشماوي ولحظة تسليمه هنا الى السرطات المصرية في مطار القاهرة تقريبا من 9 شهر تقريبا من 9 شهر يعني في شهر مايو 2019 كان اواخر شهر مايو متهالي 27 28 مايو لو انا ذاكرتي مضبوطة يعني 28 مايو تقريباً 2019 يعني من سنة الى 3 شهر فتسلم للسلطات المصرية ورحل المحكمة واتحاكم وخد حقه تماماً في كل درجات التقاضي عشان محدش يقول انه الحكم لا خد حقه في كل درجات التقاضي واتقرر او اتحكم عليه حكم بالاعدام وتأيد الحكم والنهاردة تنفذ الحكم في مسافة 9 شهر مش في 6 سنين و7 سنين حتى 9 شهر كتير سنة بس يعني ادي الله ودي حكمته الحمد لله قوي انها كده فعشان كده انا سعيد انه القصاص العادل هو جزء من العادل المطلق وجزء من تبريد نار اهل الشهداء اهل الشهداء واهل المصريين كلهم اللي كانوا طول الوقت ده مهم بيغلي والمفرقة في عشماوي المفرقة في عشماوي المفرقة في عشماوي انه هو في حد ذاته عمل لنا مفرقة كبيرة هو نفسه بافعاله بضلاله بارهابه بشدوده عن المؤسسة العسكرية وعن الفكر السليم وعن الوطنية والانتماء مدينا مفرقة فيها شهادة بطولة لابطالنا في القوات المسلحة والضباط والجنود الهناك هتقولوني ازاي هقولك هو مش كان زابط في القوات المسلحة كان واحد من الناس اللي مرتديين شرف شرف البدلة العسكرية لكن ضل وزي ما قال الرئيس مرة في احدى كلماته يعني هو بيعلق على الموضوع ده قالك اطلخبط والحقيق الرئيس يعني رقيق حتى في وصفه لارهابي حتى ما قالش ضل ولا كفر ولا ارهب ولا كذا قالك ده ما اطلخبطت وده رق تعبير يمكن ان يوصف به ما حدث الهشام عشماوي ده ما اطلخبطت والعنف والدم والكراهية والحقد والارهاب ما له عقله بدل فكرة حماية البلد وحماية اهله وحماية ناسه انه مكلف من قبل ربنا سبحانه وتعالى في حماية الارض والارض وكان معاه سبحان الله سبحان الله من مفرقات القدر كان معاه في نفس الوحدة في الجيش الشهيد احمد منسي الشهيد اللي كلنا بنفخر بيه مش بس اهله كلنا بنعتبره ابننا واخونا الصغير اللي استشهد وقدم روحه عشان كلنا نعيش وكلنا نفضل في امانه هو احمد منسي كان في نفس الوحدة بس شوفه مصير هشام عشماوي بقى ايه وشوف انا النهاردة طالع بتكلم في ايه وان انا سعيد ان نتنفس في حكم الاعدام وان انا ما تعودتش ان انا دع على حد وهو ميت يعني بس انا بدعي ان ربنا ربنا يا حزب ربنا يا حزب وهو ربنا ربنا يعني اعلم بعباده واعلم بالدنيا واسرارها وتفاصيلها واحنا متأكين ان ربنا هو العدل ربنا هو الحكم العدل وشوفوا احمد منسي سرته كتعمل ازاي وما زالت وخاتمته كتعمل ازاي وما زالت وشوفوا مكانه فين دلوقتي في مواكب الشهداء في منازل الصدقين يعني دايما حتى الشيوخ هنا في صلوات الجمعة لما بنجي ندعي ونأمن وراهم بيقولوا ايه بيقولوا دايما اللهم ادخلنا الجنة في منازل النبيين والصديقين والشهداء يعني هي دي المنزلة اللي فيها الشهيد بنفس المرتبة اللي فيها الصديق زي كده سيدنا ابو بكر وزي النبيين سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وعلى انبياء الله السلام جميعا فشوفوا واحد زي ما قال الرئيس كده دماغه اتلخبطت راح فين واحد فضل على الصراط المستقيم وفضل محافظ على الوعد اللي وعده لجيشه والبلد والاهل ورح فين هي دي القصة وهي دي الرسالة وهي دي العبرة